طبعا هلا فيكم أصدقائي أصدقائي قناة جودة وينز السلام عليكم ورحمة الله طبعا أصدقائي إن شاء الله موضوع اليوم سيسو كيف إحنا بدنا ننقل المقالات من ورد بريس لبلهجار طيب تمام لو أنتوا لاحظتوا أنا في الحلقة هذه اتكلمتها صديق العزيز عن كيف تعمل إعادة صياغة للمحتوى كمية ضخمة من المقالات يعني لو بدأ أجي وبدأ أديك مثال خليني أجي يا جماعة وأفتح لسان جديد طبعا بدي أجي وبدأ أدخل على الموقع اللي أنت شايفه سيبك من هذا حاليا خليني أدخل هنا صديق العزيز وبدأ أجي أقول له بوستس بالشكل هذا تمام إجي دخلت على تمام إجي دخلت على المقالات تبعتي طبعا لو أنت لاحظت هنا أنا في عندي ألف وتسعة عشر مقال من ضمنهم ستعة عشر مقالة صديق العزيز طبعا البندنج أنا بدي أجي وبدأ أقول له يعطيك مليون عافية يا ولدا بوي خلاص أنا ما بدي أجيهم لأنه هيك أنا أساسا في الإضافة اللي سبتناها تبعت إعادة صياغة المحتوى طلبت منه أنه المقالات اللي ما بيقدرش يعيد ترجمتها حرفيا في جوجل أو اللي فيها كلمات شازة أنا ما بدي أجيها فخلاص بحط ليها النظام بندنج وبنشر لي بس المقالات المطلوب أو اللي أنا محتاجها طبعا ولحظته أنا في عندي ألف وعشرين مقال للسات المدونة بالزبط عمرها خمسة أيام طب ألف وعشرين مقال في خمسة أيام أنت إيش مسوي هنا يا سيسو طبعا ولحظته أصدقائي أنا عامل هنا عشرة أقسام كلمة بيزنس مكتوبة كلمة تريد كلمة برس كلمة استهلاك ماركت شوب تمام؟ أكتر من كلمة أنا مديك هنا طبعا كلهم تبعت لجوجل تمام؟ لو أنتوا إجيتوا ولاحظته هيا سيدر عزيز أنا بدي أجي وبدأ أفتح لك الصفحة بالشكلة طبعا هي بزعيد صياغة المحتوى زي ما أنتم لحظين الأداة شغالة مية في المية لو أنتوا لاحظته الرابط لأنا ضيفه بس ببدل في اسم الكلمة المفتاحية لأنا بدي إياها زي كلمة إنتاج طبعا لو إجيتنا سخط الرابط وإجيتها جماعة هان تمام؟ فزي ما أنتم شايفين أصدقائي طبعا هان بقول لي قبل يومين هنا قبل ساعتين هنا قبل أربع ساعات فمعنى كلامي أنه الأقسام الزي هادي مستحيل أنه تقف دائما بظل شغالة غير هيك كمان نفس الاسم تبع القسم لو أنتم لاحظته أنا ضيفه في وين؟ تمام؟ في البوستس في الأقسام أو التصنيفات لو أنتم لاحظته هان ضيفه طيب ممتاز هل جد أنا خلصت هذا الموضوع مية في المية وبدي أجي أشتغل بشكل عملي سيسو خلص أنا أفهمت موضوع المقالات لكن بدي أنشر مقالات تبعتي من ورد بريس لبلوجر إيش اللي أسويه في هذه الحالة؟ ماشي يا عم ممكن لو سمحت تشغل العصبونات نونا وممكن كمان أنت يا هانم تركزي شوية عشان أنا قلبي أبيض ماشي يا سيسو ماشي يا بوسوس خليني أطلع من الصفحة هادي وآجي يا جماعة في البداية بدي أجي بالأول طبعا بدي أثبت الإضافة اللي أنتم شايفينها خليني بس أجي وأدخل على موقع تاني بكون أفضل من أفضل إلي تمام بدي أجي أخذ الرابط هذا طبعا حسيب لك يا في الوصف تبع الفيديو تمام لو أنت ركزتوا معايا خليني أجي وأفتح الصفحة اللي أنت شايفها زين طبعا بدي أجي على البلوجينز وبدي أجي يا جماعة على افتراض أنه الإضافة تبعتي مش موجودة تمام بدي أعملها عملية دليت بالشكل اللي أنت شايفه خلص أنا هيك حزفتها 100% واختفت من عندي من هان لو أنا أجيت بدي أضيفها بدي أقول له أدد ناو طبعا منما نفس المكان تبع البلوجينز وبدي أجي أقول له أبلود وبدي أجي أقول له اختار ملف وإضافة تحويل المقالات وإنستيل ناو أو نستون ناو تمام خلص أنا هيك أتبكون ضفت الإضافة ما علي بس إلا يحمل مش يسيسو طيب بعد ما يحمل هو ويسبت للإضافة 100% وتنزل معي يا ويلدابوي إيش اللي أنا لازم أسوي طبعا بدي أجي أقول له تنشيط الإضافة عشان اتبين معي هانا تمام هيا نزلت زي ما أنتوا شايفين كل الجسة بدي أجي بدي أضغط عليها ضغطاية على طول لو أنتوا لاحظتم بدي أنزل نونة لتحت بالهداوة طبعا وين بدأ أنزل أسيسو في عندك مربعين هان شايفهم تمام المكان هذا يا جماعة هو اللي أنا نزلت فيه طبعا لو أنت لاحظت في عندي كلمة هير بدي أجي بدي أضغط عليها ضغطاية بالشكل اللي أنت شايفه يا صديقي عشان الموقع هذا يفتح معي يعني من نفس الإضافة هي هي الموقع موجود طيب تمام هالوقت بدي أبدأ ألعب لعبة بلاي ستيشن تمام كل القصة أنا بدأ أهيئ الموقع هذا حتى يصير ينشر على مدونة بلوجار الإيش للترافيك اللي أنا بدي إياه ماشي يا سيسو طيب لو أنت لاحظت أنا موجود فيه علامة مفتاحا في الخانة هادي تمام أنا موجود فيها حاليا زين خلينا أقول له كريت كذا 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 بدي يا سيد العزيز التانية سفر أوس سايلاند آي دي طبعا إجيته ضغط عليها ضغطاية بالشكل هذا تمام استغفر الله العظيم مش رح ينشئ معي يا سيسو يا الله طب ماشي يا عم شاء الله عمرو ما انتشأ ابنا فيه إحنا أساسا لو الله هي انتشأ اكسترنال بدي أجي أقول له خارجي بدي الإشي تمام خلينا أقول له كريت انشاء طبعا هنا بقول له ابدا بلش يا با اكتب لي تفاصيل واسمك وعنوانك وسنك ومين أنت متجوز بالزبط وقصة طبعا بدي أجي بدي أقول له هاي اسمي بدي أجي أقول له الإيميل هو هذا نفسه الإيميل بيكون مضيوف يعني بالنسبة لللوغو بدي أجي وأدخل على أمين أهله للموقع تمام بدي أجي أقول له أي حاجة أي لوغو إذا حابب تضيفه ضيفه مش حابب فتب بنئله المهم خلينا أجي أنا وأضيف أي لوغو هيك أي كلام تمام عشان يكون الإشي واضح هاي مثلا اللوغو هذا تمام هنا بقول لي صفحة سياسة خصوصية بدك تضيفها صفحة الأسف أول إشي هنا رابط الموقع تبعك ترابط الموقع هذا هو تمام بدي أجي أخده هيك كوبي وبدي أجي يا جماعة وبدأ ألصقه هون اجيت لسقطه مية في المية تمام هنا صفحة سياسة خصوصية وسياسة الاستخدام وهنا يا سيد العزيز بقول لي بقول لي بالضبط اه ضيف لك هنا إيميل خليني أجي على أي إيميل من هالإيميلات وأقول له ماشي عم هاي الإيميل هذا طبعا هيكوبي وإجيت أجمعه ولسقطه هنا هنا بقول لي انسخ لي رابط أمين أهل الموقع هذا وضيفه هنا إذا حابب تضيفه طبعا هنا ضفت رابط الموقع طبعا هنا ضروري تضيف سياسة خصوصية وسياسة الاستخدام تمام لكن أنا مش مهيئهم في الموقع حاليا وضغطت سيف أو ديش بورت لو أنت لاحظت هنا هنا المفروض يكون فيه شوية إضافات بينه معي طبعا هتعمل لي مشكلة إذا مش موجودة تركزوا فيه ملفين لبلوجر اي بي آي يكونوا موجودات عدنا بنشوفهم تاني مش قصة يا سيسو خليني المهم أكمل للنهاية وأقول له حفظ هيسيف أو بيك تو ديش بورت خلاص أنا خلصت من هذه اللي هنا وهو نزلني لتحت تمام عشان أنشأتها ماشي يا با ماشي يا سيسو خلصنا من الآية هذه طبعا هنا فيه عندي كلمة بابلش كذا كذا أنا لسه ما بديش أنشر أي حاجة أنا بس عملت الإضافة اللي بدي أعملها طيب ممتاز هالوقت بدي أجي على أول وحدة اسمها وبيدي أجي أقول له إضافة تمام أظن الشغلة بسيطة ماشي يا با خلينا نقول له إضافة بدي أجي أبحث يا جماعة عن كلمة مش هي اللي بدي ننشر عليها مقالات ماشي يا عم هاي بلوجر اي بي اي هيني عملتها تمام ضغط اللي ضغطاية عليها بدي أوافق عليها تمام وبدأ أقول له اينبول بالشكل هذا أو تشغيل أو خليها متاح على أساس ينضاف الاي باي بشكل مجاني مية في المية طبعا لو أنتوا لاحظتوا هنا هاي الأمام بشتغل ماشي يا عم الاي باي ينضاف اسيسو والحالة مالها متاح أهلا وسهلا يا بيبي ماشي يا عم هاي جيت أنا هيني اجيت هانا على الكلمة هادي تمام وبدأ اجي أضغط على سفر سايلاند او يدي اب سرشو بدي اجي بدي أقول له ويب ابليكيشن تركز كويس تمام بدي اجي أضغط هان اقول له ويب ابليكيشن طبعا هنا بقول لي اسم المشروع اسم المشروع عشان ما اطلخبطش لو عملت مشروع تاني بدي اجي أقول له على اسم المدونة يا بسوس هاي اسم المدونة تمام لو انزلت نونة لتحت هانا بقول لي اعادة توجيه المقالات من وين بدك تاخدها من الاخر يعني فإيجيت عملت اضافة هانا وبدأ ألسق الرابط طب الرابط هذا من وين بدي أجيبه تعال الرابط زي ما انت شايف هذا هو تمام بدي أقول له كوبي وبدأ اجي يا جماعة وبدأ ألسقه بالشكل اللي انت شايفه وأقول له كريد بالشكل هذا طبعا لو لاحظت قداني كودين بدي أجيبه أنسخ الكود الأول وألسقه جوه الورد برس جوه الإضافة هاي الكود الأول وهذا هو الكود التاني بدي أجي يا جماعة وبدأ ألسقه هان وأقول له بالشكل اللي انت شايفينه هنا مباشرة بقول لي تمام الله يعطيك العافية يا بيبي خليني أرجع تاني للي هنا تمام اللي أنا عملتها طبعا بقدر أقول له او أقدر يعني أرجع المشروع اللي أنا عملته تعال بدي أتأكد أنه دينية تمام ولا لا طبعا آه والله يا سيسو بدي أضيف بس لوغو ضفته هايو هنا بدي أضيف سياسة خصوصية بدي أضيف سياسة الاستخدام تمام وبدأ أقول له سيف وكونتينيو طيب هنا بدي أقول له أدد كذا كذا تمام أدد المهم بدي أجي أقول له طبعا الابي اي اللي بدي أضيفه هو بلوجار هو مش راح يظهر معك إلا في حال ضفت بلوجار من البداية زي ما هتوضفتها الابي اي تابعة بلوجار لو انت اجيته بحاسة هام مش راح تبين معك إلا إذا ضفتها طبعا هي بيانت معي لأنه هتوضفتهم أنا فهينا إجيت وضفتهم هنا أعلمت عليهم وبدأ أجي أقول له تحديث بالشكل هذا لو انت لاحظتوا يا جماعة نزلوا معي الابي اي التين تين تبعوني بلوجار بشكل طبيعي هالوقت بدي أقول له سيف اند كونتينيو خلاص بشتر له أنا متطمن مية في المية ماشي عم ماشي عم وهين بدأ أقول له ودينا على الدشبورد هالوقت صديق العزيز المشروع تبعك طبعا أنا ما بديش أنشره حاليا طبعا بنفع أقول له تأكيد للمشروع فبيجي بوديك على اللوجو على سياسة خصوصية والنواقس المش موجودة على أساس أنت تعملها لو أنت لحظت رفض المشروع عشان ايش سياسة الخصوصية وهنا لازم أضيف صفحة سياسة الاستخدام بعد ما تعملهم بتقول له كونتينيو او سيف اند كونتينيو وأنشر المشروع بشكل ترسمي مية في المية طيب تمام خلصنا ونشرنا المشروع وكله تمام و الله يعطينا ألف ألف عافية زين خليني أجي وأدخل على الإضافة من هان هي هي تمام نشرنا المشروع ووصلنا للي وصلنا الو تمام صاحبي هالوقت بعد ما خلصنا وضفنا الـ ABI وكله تمام وين أنا يسيسو شغلي صديق العزيز أنا هانا زمن تشايف فيش عندي إعدادات لعب فيها نهائي طالع فيها كويس ولا في أي إعداد أنا لاعب في أمين أهله بس كل القصة بدي أجي على كلمة ورد بريس تو بلوغ سبوت لو أنت لاحظت في عندي رقم هنا أو مدونة الـ ID تبع المدونة لأنا ضيفها تمام من هذه المدونة شوف أنا في أي إيميل موجود في إيميل والمدونة لأنا عملها وين موجودة في إيميل تاني طبعا هي جوكر X Y Z يا X Y Z أو يا سيسو خلينا أجو أدخل عندك نونة يا عمو لا يا سيسو عيب ماشي عم يعني إجيت طبعا إجيت على الـ ورد بريس زي ما أنت شايفينها أصدقائي هذا وقت يش قابل بشوي على فكرة دم مقالات كلها صار في عندي 653 مقال لو أنا إجيت عملت عرض للمدونة وقتش كتبتهم طب كل المدونة على بعضها ما فيش فيها 30 مقال أساسا فلو أنت لاحظتك ضفت كمية ضخمة من المقالات وين في المدونة تبعتي يعني من الآخر حركت المدونة يا صاحبي تمام وإنت كمان نفس السيستم على فكرة كل ثانية بضيف مقال كل ثانية بضيف مقال فتخيل عند أنت الكمية هادي طيب معنى الكلام ما سيسو إيش اللي بدي أسوي بدي أجي يا جماعة وبيدي أخذ الـ ID اللي أنت شايفه هذا اسمه ID تبعاً مدونة الأرقام هادي وأدخل جوه الإضافة تبعتي وألصقها هان طب سيسو لو أنا عملت هيك إيش بدأ أسوي بعد هيك طبعاً ركز دي هنا في الأكواد الموجودة تأكد أنه زي اللي عندك تحت الـ ID تمام؟ هذا بوستتول عنوان المقال وهذا المحتوى لحاله وما بديش الزيادات معه نهائي زيان؟ وأنا بقول له ضيف لي الأقسام نفس ما أنا عملها في الـ Wordpress بالضبط زي ما أنت شايف طيب ممتاز بعد ما أعمل هذه الإعدادات تمام؟ بدي أجيب بدأ أقول له هل حينجل المقالات للمدونة مباشرة؟ طبعاً نصيحة عشان تنجل المقالات تبعتك بشكل طبيعي لازم تاخد إيميل المدونة تبعتك يعني تعالي يا إيميل هيني زي ما أنت شايفين نسخت الإيميل وإجيت جماعة على المدونة طبعاً على الـ Admin تمام؟ بدأ أجيب أقول له ابعتلي لو سمحت دعوة على الإيميل هذا ببعت الدعوة وبدخل على الجيميل وبوافق عليها لتبين معي المدونة بمعنى لو أنت لاحظت صديق العزيز تمام؟ بدي أجي على المدونة هنا زي ما أنت شايفة صاحبي تمام؟ أنا ضيفة بس كإدمين فبحول عليها المقالات مباشرة طب بلاش خلينا أجنعك الطريقة تانية لو أنا دخلت على المدونة هادي تمام؟ بدي أجي أخذ الـ ID تبع المدونة هيكوبي وبدي أجي أستبدل الـ ID اللي أنت شايفه أوقف النشر على جوكر XYZ وأخليه يحول على مين بالزبط الـ ID مجرد ما ضفته مجرد ما ضفته تمام؟ ترح يبدأ ينشر معك لا تخاف في عندي مقالين هان موجودين بس نفس الصورة تمام؟ شوية وحيضيف لا تخاف لا تخاف لا تخاف يا بيبي ماشي سيسو ماشي سيسو الله يسامحك استغفر الله العظيم بده يقول الله يسامحك طب يش أقولك يعني؟ المهم بستنى دقيقة الدكتين تمام؟ أنا معاي رم مقالات كل الدكتين ينشر عشر مقالات فأنا ضفت الـ ID هنا بدي أستنى بس شوية زيان؟ وحيبدأ ينشر لمقالات مباشرة هان وهيك أنا بكون ريحت دماغي تمام؟ أي مقالات جديدة بتنزل وين؟ في البوستس تفل ورد برس هنا تمام؟ مباشرة هتنزل معي غد هتنزل معي يعني هان عشان هيك أحيانا أنا بطر أوقف الأرشفة تبعت مين؟ تبعت الموقع جماعة يا لو أنتوا لاحظتوا أنتوا هنا تمام؟ ما فيش مقالات متأرشفة كأنه الدومين جديد لأنه أنا بستغل الدومين زي هذا عشان أفتح مدونات بلوجر 30 مقال 100 مقال 50 مقال طبعا جوجل أدسنس القبول لا تخاف بتجيبه بس في مشكلة صغيرة راح أنت تواجهها في قبول جوجل أدسنس عدي بنوهلك إلها عبل ما نتأكد أنه الأممان شغل نونا يا رب يشتغل السيسو هو على معقول يشتغلها بسوس آيا ولد عمي لسه بس الدكتين لازم نستنى لأنه 1027 مقال أنا مش شايف زاد أي حاجة خليني أجي وأحزف البندنج طبعا البندنج دايما أخلص منه هيك مشموعات صيارة هو نسخ لسق وأنا ما بدي نسخ لسق أنا بدي محتوى يكون زي سيسو زي سيسو بالزبط إذا زي سيسو فأنت في أمان إذا ما زي سيسو الله أنت وجعت واجعة كبيرة يا صاحبي ماشي ماشي يا سيسو هنفكر في الموضوع المهم 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 بدي أستنى بس شوية عبل ما يأكد علي أنه تمت عملية التحويل لبيبي تمام على أساس نضمن أنه دنيا تبعتنا 100% تمام وبعدها بدأ أنا وهلك لموضوع قبول جوجل أدسنز على فكرة لو حاولت على مدونة تلاتين أربعين مقال وعملتهم بشكل حصري الصور عدلتهم وزبطهم صح مية في المية فأنت جبت قبول جوجل أدسنز بكل سهولة يعني لو نمت وصحيت بتكون ضيف لك ماتين تلاتمئة مقال هاي أحلى قبول لجوجل أدسنز صاحبي تخيل عد تخيل عد إيش اللي بدي يكون بالزبط يا وقعتي أنا يا سيسو ماشي ماشي يا سيسو أنا بقول لي تباكوا تباكوا دخان يلا يبني ها أنا وقف نشر زي ما انتو شايفين تمام ما فيش نشر خالص هالوقت يقتع شركوا لخبطوا السيستم كله المهم خلينا نرجع للتباكوا ونشوف اشي الدنيا بدت كي بدت يمشي هنا شوي هو عبل بس ما يسخن حين شو رم قال أنا متأكد المهم لو أنا أجد حوالة جماعة تمام بده بس شوي يتو على فكرة واجد بده زي حركة حوالي يمكن نص ساعة نص ساعة على ساعة بيكون بدأ يحول تمام لأنه صعب من أولها لأنني بدلت طبعا لو لاحظتوا هاي كمية التحويل أساسا لهنا تمام كمية ضخمة جدا من المعقالات حولها طبعا أنا أفضل تبعي خلينا أعلم على هذا عشان المدونة تمام بدي ايجي بدي أبدل بدي أرجع الجديم تبعا المدونة فهين ضفت القديم وهي بالشكل هذا زين خلاص أنا هيك ما عندي أي مشكلة مع هاي المقالات على فكرة هو محاول أنا عندي مقالين يعني باقيت مزبط الدنيا ومجرب عليه أساسا تمام لكن بياخد شوية وقت زي ما انت شايف محاول نفس المقالات ونفس الصور هي هي اللي موجودة هون 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 مشي سيسو ستمية وثلاتة وخمسين مقال لسه بدر بدنا ألف بدنا ألف أستاذ نفس الصورة هي هي تمام لو أنا إجيت ركزت هنا هي هي الصورة آه والله يا سيسو طيب ممتاز 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 على مهل مهلك يا بيبي المهم بكرة الصبح بدأ لك يوم ألف ما ليش دعوة كيف أنا هيني قلت لك والله لما تحول ألف لأحرد هاي تمام الله يعطيك العافية يا بيبي طبعا أصدقائي أتمنى أنه هيك تكون يعني الصورة وصلت طبعا بالنسبة للإضافة هتكون موجودة يا سيد العزيز وين في الوصف وفي التعليق المسبب تبع الفيديو طبعا لا تنسوا كمان الانتساب في القناة يا جماعة قناة جودة وينز على أساس إحنا نستفيد وإنتوا كمان تستفيدوا تمام لأنه هجدم حلقات كويسة هتكون في الانتساب بإذن الواحد لأحد بتتعلق في مواضيع لترفيك صديق العزيز تمام لأنه متأكد مليون في المية لترفيك مهم جدا بالنسبة إليك أنت ككتكوت صغير مصمسم نونا ماشي ياسيسو على فكرة وكفة الإضافة بسببكو بدرجة نص ساعة على ساعة عشان تشتغل المهم الله يعطيكو ألف ألف عفية أصدقائي طبعا أنا هيك بكون وضحت الصورة كامل مكمل أتمنى تستفيدوا منها وأتمنى تطبقوها بشكل عملي وأتمنى منكم تكتبوا في التعليقات بعد ما تشتغل الإضافة معكو والأهم من هذا اتأكدوا أنه يعني طبقتوا الخطوات كامل مكمل الله يعطيكو ألف ألف عفية وكل التحيات السلام عليكم